زاكيا داليا فضالي داليا يونس كنا سمعناها يعني وكانت يعني كنا صدفناها في ديسمبر الماضي لما كانت في نيويورك وكانت أول مسلمة محجبة تغني في كاتدرية سان باتريك في نيويورك وكانت بتغني الكريسموس كارولز داليا الطبيبة اللي سابت الطب وروحتي قررت اتغني بقى وانا مصبتش طب عشان الغنى الحقيقة عشان نبقى منصفين يعني وماسبتي الطب ليه؟ عشان بحب الكتابة انا بشتغل اصلا في صناعة المحتوى تحديدا في مجال التنمية وبشوف انه دي الحاجة اللي ربنا ميزني بيها اكتر اني اقدر اصنع محتوى سواء مكتوب او مسموع او مرئي عشان اوصل صوت الناس اللي ملهمش صوت وموضوع الغنى الحقيقة بدأ متأخر يعني من بعد ما بعندي 30 سنة بدأت ان انا افكر ان اخد الغنى بشكل اه بس اكيد قالوا لك من هو انت صغيرة صوتك حل اه كنت بقاني في مدرسة مثلا بس يعني عندما دخلت بقى طب وما اتخرجته والجواز والخلفة وكل ده يعني خلاني اركز اكتر في المسئوليات اكتر من الحاجة اللي بحبها لكن بعد شوية الواحد يعني بيقص فترة كده ويفكر انه هو انا طول وقت هفضل عمل اللي اللي انا المفروض عمله ولا اللي انا بحب عمله امتى قررتي انا عايز اعمل اللي بحب عمله اه بعد ما بعندي 30 سنة كان عندي ظروف صعبة اي بمر بيها في حياتي وقررت انه احاول اتعافى من اللي حصل لي ده عن طريق اني اشوف ايه الحاجة اللي كنت بحبها من زمان وما استكشفتها وستكشفها وكان الغنى والموسيقى وقتها